شاهدين أهلا بكم مرة أخرى عاصمة النور والعطور باريس هي حلم ملايين الأشخاص عبر أنحاء العالم لكن مع الأسف تحولت العاصمة الفرنسية باريس خلال الساعات الماضية من عاصمة للعطور إلى مركز للكمامة إفرأ تركم أكوام القمامة وسط إضراب عمال النظافة احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد والمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور أبرز المعالم السياحية في باريس متحجبة بأكوام النفايات التي تجمعت على ضفاف نهر السين بمقربة من كاتدرائية نوتردام وحتى وصلت إلى برج إفل وكانت النقابات العملية في فرنسا قد بدأت في تنظيم تحركات منذ شهرين للضغط على السلطة التنفيذية لتحسين أوضاعهم المعيشية وكان منها مظاهرات حاشدة بمشاركة الملايين وإضرابات في المدارس وقطعات النفط والكهرباء والنقل وسوى وفي خضم هذا الحراك دخل عمال جمع القمامة في باريس إضرابا منذ أكثر من أسبوعين وكثفت النقابات الفرنسية إجراءاتها ضد إصلاحات التقاعد الحكومية التي لا تحظى بشعبية كبيرة كما استخدمت أكياس القمامة وسندقها وقودا لمثير الشغب الذين قاموا بتمشيط باريس لإشعال الحرائق كما فعلوا بعد الاحتجاجات الأخيرة ولكن في هذا الصدد لم تقف السلطات الفرنسية مكتوفة الأيدي وقامت باعتقال ما لا يقل عن مئة شخص من المتظاهرين وقدرت السلطات كمية النفايات التي لم يتم جمعها من شوارع باريس بسبب إضراب عمال النفايات بعشرة ألاف طن من القمامة وتبدل السلطات جهودا كبيرة لإجبارهم على العودة إلى العمل ولكن دون جدوى حتى الآن وتسببت هذه القضية في شجار سياسي خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن جادل رؤساء بلديات العديد من القطاعات بأن الإضراب يهدد بخطر كبير على الصحة العامة ورغم أمر وزيرة الداخلية لشرطة باريس بإجبار جميع القمامة على كسر إضرابهم والعودة إلى العمل إن أن عمدة باريس قالت إنها تدعم الإضرابات ضد تغيرات المعايشة التقعودية وتتراقم أيضا القمامة في حوالي نصف أحياء باريس منذ السادس من مارس حيث أضربت فرق البلدية عن العمل لكن بعض المتقعدين من القطاع الخاص ووصلوا العمل كما هو كان كما أضرم محتجون النار في أكوام القمامة بعد أن نجحت حكومة الرئيس إيمانويل مكران بفرق ضئيل من ابتراح سحب الثقة في البرلمان وصرع أيضا رجال الإطفاء لإخماد أكوام القمامة المحترقة التي تركت دون جمع لعدة أيام في هذا الصدد قالت أيضا زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إن رئيسة الحكومة يجب أن ترحل وعلى مكران أن يدعو إلى استفتاء بشأن الإصلاح لكن من غير المرجح أن يفعل ذلك وقالت الصحفيين إنه أصم عما يريده الفرنسيون فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل مكران توجيه خطاب إلى الفرنسيين الأربعاء في مقابلة تلفزيونية مباشرة بشأن التوترات الاجتماعية والسياسية أيضا الناجمة عن إصلاح نظام التقاعد ذلك كان في محاولة منه لتهدئة الأوضاع مشاهدين الكرام مستمرون مع خضراتكم في تبطية أخباري على مدار الساعة على شاشة تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء